نحو 200 شركة أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني موسع بواسطة ما وصفت ببرمجيات الفدية الخبيثة شركة هانتريس لابس الأمريكية قالت إن هذا الهجوم استهدف شركة تكنولوجية في ولاية فلوريدا قبل أن ينتشر بين الشبكات التي تستخدم برمجيات الشركة الشركة رجحت أن جماعة تسمى ريفل وترتبط بروسيا هي التي تطور الفيروس وقد تكون وراء هذا الهجوم الذي تم شنه الجمعة بينما تستعد الشركات لعطلة نهاية الأسبوع التي تمتد حتى الاثنين للاحتفال بعيد الاستقلال في الولايات المتحدة الشركة حثت عملائها الذين يستخدمون أدوات الفي اس اي على إغلاق خوادمهم فورا تجنبا للضرر الذي قد يلحق ببرمجياتهم نتجة هذا الهجوم كبير باحث الشركة الأمريكية وصف الهجوم بأنه ضخم ومدمر وذكر موقع الشركة على الإنترنت أنها تعمل في عشر دول وأن لديها أكثر من عشرة آلاف عميل وتعد جماعة ريفل من أكبر جماعات الجريمة الإلكترونية وأكثرها تحقيقا للأرباح على مستوى العالم وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية قد قال إن الجماعة تنفذت هجوما إلكترونيا في الولايات المتحدة في مايو الماضي تسبب في حالة من الشلل في عمليات شركة جي بي اس أكبر مورد اللحوم في العالم وكانت تقارير استخباراتية وأمنية قد ربطت اسم جماعة ريفل بعشرات الهجمات الإلكترونية المنظمة التي تعرضت لها أجهزة حكومية في ولاية تكساس الأمريكية في عام 2019 ساعة عشر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر